اقرأ فإنك دون سم ليس الجهول كمن علم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما بعد أيها الأخة الكرام والأخوات الكريمات لقد تحدثت في حلقة سابقة عن قاعدة منهجية عريضة هي أم قواعد في الحقيقة بعنوان القراءة تدرج وتنوع وتوازن وقد أشار علي أستاذ الفاضل الشيخ أدهم العاسم حفظه الله أن هذه المفاهيم مفاهيم دقيقة لابد من توضيحها بشكل أكبر وضرب الأمثلة عليها حتى تتضح لما لها من أهمية في مسيرة طالب العلم والقارئ وقد أخذت برأيه حفظه الله فسأدرج لكل قاعدة فرعية حلقة كاملة واليوم سأتكلم عن التدرج في القراءة أيها الأخوة نزل القرآن الكريم متدرجا فقد بدأ بالسور القصيرة ونلاحظ أن أول سورة طويلة نزلت هي سورة العراف وقد نزل قبلها 38 سورة قصيرة ما معنى هذا وما دلالته الإمام ابن جرير الطبر الشيخ المفسرين يقول وزيادة كلام لا يفيد معنى في الكلام غير جائز إضافته إلى الله تعالى ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام هنا قاعدة عند العلماء تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى بالتالي كل حرف في القرآن يزيد يعني معنى إضافي يريد الله عز وجل أن يصله إلى العباد بالتالي لما تطول هذه السور وتطول هذه الصفحات هذا يعني أن المعاني صارت أكبر وأكثر لذلك الأمر ليس قضية حجم فقط إنما هو قضية حجم وقضية معنى حتى يرتاض الصحابة على هذا الأمر ويأخذوا بالعلم تدرجا شيئا فشيئا حتى يعني يصلوا إلى المراتب العليا هذه فكرة أولى الفكرة الثانية هناك قاعدة في طلب العلم تقول طعام الكبار سم الصغار أيها الأخوة الطفل الرضيع إذا أتينا له باللحم والسمن العربي وأطعم نهية سيضطرب جسمه وربما يموت هذا غذاءه السيريلاك والحليب والخبز المبلل بالماء طالب العلم كذلك الأمر لا يجوز له أن يهجم على مستوى العلم المتقدمة التي لم يأخذ قواعدها الأساسية وجذورها دون أن يحكمها هذا الأمر سينتهي به إلى التهدم كبناية لم تبنى لها قواعد تحت الأرض بالتالي لابد للإنسان أن يبدأ متدرجا في طلب العلم وفي القراءة شيئا فشيئا حتى يصل إلى المراتب العليا في العلم بشكل منهجي قويم وصحيح الفكرة الثالثة هناك علمة بولندية اسمها ماري كوري هذه ماري كوري هي أول أستاذة جامعية في العالم كأمرأة نالت الأستاذية في جامعة السوربون وهي أول امرأة حازت جائزة نوبل وهي أول عالمة نالت جائزة نوبل مرتين يعني إنسان عالمة بشكل يعني عجيب لها مقولة جميلة تقول تغينت أهمية التدرج في العلم والربط العلوم ببعضها تقول لا ينبع الاكتشاف العظيم من دماغ العالمي جاهزا ولكنه نتاج تراكم عمال سابقة الذي تريده ماري كوري وهي المكتشفة وهي العالمة وهي الباحثة المخلصة للعلم الذي تريد أن توصله لنا عن تجربة وعن معايشة أن الاكتشافات والتطوير في العلم لا يأتي فجأة أن نذهب إلى كتاب معين مثلا نقرأه أو مستوى معين نتعلمه فنصبح مكتشفين لا الاكتشاف والتجديد في العلم ما هو هو معلومات نربطها ببعضها نراكمها فوق بعضها نحللها نبط المعلومات نثبت معلومات وهكذا حينها تأتي الاكتشافات وتأتي الاختراعات ويأتي التجديد في حياة الناس في الختام سأضرب مثالين علميين ولكن سأضرب قبلهما مثالا عمليا وبالمثال يتضح المقال الإنسان حين يذهب إلى النادي والصالة الرياضية ليرفع الأثقال حين يجد الناس يعجبهم من يرفع الأثقال كبيرة ربما يعني يأتي في نفسه شيء من الاستعراض يقول لك سأذهب أحمل ذلك الثقل الكبير من أجل أن يستعرض بدون وعي منه هذا سيضر نفسه وسيخسر ربما ظهره يعني يتأذى وجسمه كذلك الأمر يتأذى ويصبح ضحوكا للناس لماذا؟ لأنه لم يتدرج في رفع الأثقال شيئا فجيئا بإشراف مدرب خبير ولو أنه تدرج لأصبح قادرا على رفع ذلك الثقل وربما أكبر منه ولكن لأنه لم يتدرج فلا عاد هو يستطيع يرفع هذا الثقل ولا أقل منه أصلا المثال العلمي الذي أريد أن أضربه مثال عن العلوم الشرعية ومثال عن العلوم الكونية العلوم الشرعية لا يجوز لطالب العلم أبدا أن يدرس التفسير قبل أن يدرس علوم اللغة من نحو صرف وبيان ومعاني لماذا؟ لأن هذا يترتب على الأول لا يجوز له أيضا أن يدرس أصول الفقه بدون أن يدرس شيئا من الفروع الفقهية لا يجوز له أن يدرس أصول القواعد الفقهية بدون أن يدرس شيئا من الفروع الفقهية هذه تترتب على هذه وحين يتسور على العلوم ويكسر الأبواب دون أن يفتحها بإشراف عالم راق رفيق به مشفق عليه موجه له فهذا سينحرف قولا واحدا المثال الثاني مثال طالب الطب طالب الطب لا يجوز له أن يذهب فورا إلى أن يدرس العلوم الفيزيولوجيا المرضية والأمراض والمتلازمات بمختلف التخصصات قبل أن يحكم تشريح جسم الإنسان فيزيولوجيا الطبيعية لأعضاء جسم الإنسان الجهاز القلبي الوعائي جهاز المناعة الجهاز العصبي هذه يجب أن يفهمها بشكل سليم وهذا يعرفه طلاب الطب يعني يدرسون ثلاث سنين أولا في هذه المبادئ ثم يبدأ بدراسة الفيزيولوجيا المرضية والأمراض بالأعراض والاستقصاءات والعلاجات بعد أن يحكم هذه الأصول فإذا لم يحكم هذه الأصول ويتدرج فيها شيئا فشيئا فهذا لا يعتبر تعلمه صحيحا وهذا سيضر ولن ينفع وسيصير علمه شقاء على العباد لا رحمة والله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منه أنه سميع قريب ومجيب والحمد لله رب العالمين اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم